يا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبد الآبدين موضوعنا اليوم وإذا كان اليوم هو الموضوع يعني نحن في الزمان حيث نكون من الأمكنة الزمان يحدد لنا الحركة الزمان حركة اليوم حركة لأنه يومي نحن في اليوم الإمام السجاد وضع هما عظيما في مسألة اليوم فاعتبر اليوم هو الحكاية وهو المنهج إلى الغاية فإذا كان اليوم يوم أحد كانت دعاءه دعاء الأحد وإذا كان اليوم إثنين كانت دعاءه دعاء الإثنين وإذا كان اليوم ثلاثاء دعاء دعاء الثلاثاء وإذا كان اليوم هو الأربعاء كيومنا هذا التاسع من آذار الرابع من ربيع الثاني كان دعاءه يوم الأربعاء أو دعاء الأربعاء فإذا نقل إلى الخميس كان دعاء الخميس وإذا صرنا في الجمعة كان دعاء الجمعة وإذا صرنا في السبت دعاء زين العابدين الإمام السجاد أبو محمد الباقر وابن الإمام الحسين ابن الإمام الثالث نحن اليوم في الشهر الثالث من أشهر السنة يعني شهر آذار هو الشهر الثالث ربيع الثاني هو الشهر الرابع إذن موضوعنا اليوم لا غير لأن اليوم يومي إلى الزمان كله المسؤولية العظمة هي التي يقدمها الإمام السجاد لكل العباد كل أجيال العباد في هم السجاد ومن هنا كان همنا هذا العام عام الحقوق هو حقوق العباد مع الإمام السجاد إذن موضوع اليوم موضوعنا اليوم اليوم بما أنه الوحدة وحدة الزمان وكل الزمان يقاس باليوم من أجل ذلك قالوا الأسبوع سبعة أيام وبعدين الشهر أربعة سابع وكذا فإذن موضوع اليوم يومي إلى قضية كيف نعيش اليوم؟ العرفاء الخبراء كثير بيهتموا بالعيش اليومي عيش في حدود اليوم لا مستقبل يجدي ولا أمس لدائك شافية مهما تحدست عن مكان لا تستطيع بالمعنى الحسي أن ترجعه ومهما استطعت عن الغد لا تستطيع أن تصل إليه حتى تصل لذلك يمكن عديد من الكتب العلم التربوي أو العلم النفس الذي يشخص ما في نفوس البشر من الهموم يقول لهم حصروا همكم في يومكم كونوا موضوعيين عيشوا يومكم في عبارات الآئمة إذا كان الغد لكم يأتيكم رزقه ففكروا باليوم المسيح بيحكي السيد الدلعزراء يقول اهتموا لليوم فالغد يهتم لنفسه إذن موضوعنا اليوم لا غير حضراتكم شرفتم اليوم بوجوه الجميلة والأفكار النبيلة تساعلت معكم عن ما تفكرون به مثلا سورة كل منكم عنوان يوم كل منكم وحلو أنه بدأنا بالألف بأحمد قال إن سورة أحمد شو سورتك أحمد؟ قلت لقمان وقلت عنوان اليوم حكي الصبر الصبر نفسنا الجوشن الصغير هذا يختم عدد التسع والتسعين هو الصبور فإذا أقصى الغاية أن تكون يعني ابدأ من حيث تشاء لكن الصبور دائما وأبدا ينبغي أن يكون تاج القضية لأنه هكذا نصل وحكمة لقمان مبنية على الصبر والشكر يؤتى الحكمة من يشكر الله منبع الحكمة هو شكر الله إذن موضوعنا طبعا هذا بيكفي أنكم تقرأوا سورة لقمان وتتذكروا الأسماء الحسنة حتى تحيط بكم الخيرات والبركات من كل الجهات لكن اليوم هيك خطر لي أن أتحدث إليكم مع أنني في وطع صمتي وتأملي إلى السابع عشر من آذار هيك البرنامج لكن عندما يشرف الأحبة ويشرف الصابرون فبصير بخاطري أنه يعني من باب الضيافة بدل فنجان القهوة بدل الشاي بدل الطعام فلتكون الكلمات أيضا ضيافات هذا ضيافات الحقيقة ضيافات النفس ضيافات الروحة أما تلك الضيافات فتحصيل حاصل يحصلها الناس من كل مكان